يا اهلا وسهلا. صلي عن نبي. يلا بينا. سلام عليكم يا شباب يا رب تكونوا بخير. آآ نهدا ان شاء الله هنبدأ في موضوع جديد. آآ كنا عرفنا المرة اللي فاتت مع بعض ايه هي انظمة الماشين لننج و ايه الانواع بتاعتها. نهدا ان شاء الله هنبدأ نشوف ايه التحديات اللي ممكن تواجهنا آآ واحنا شغالين مع الانظمة دي. آآ طب ليه مهم ما عارف الكلام ده? مهم جدا نعرف الكلام ده عشان طول ما احنا نشغالين نحاول على قد ما نقدر نتفادل نتفادل المشاكل دي. آآ طب خلينا نخش على طول في الموضوع من ضيع شواء. آآ عايزك آآ اول حاجة تعرف ان التحديات مع اي نظام آآ مشين لننج بتنقسم تحت قسمين اساسيين. اول قسم عندي هو القسم بتاع الديتا. انا محتاج اتأكد ان الديتا اللي معايا دي اللي هشتغل عليها ديتا كويسة ما فاش مشاكل. هنبدأ نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تواجهني او ايه المشاكل اللي ممكن تواجهني في الديتا بالتفصيل. بس اهم حاجة الديتا خلي بالك التعامل معها. آآ لازم اول حاجة خالص ان ديتا تبقى كويسة. انا ممكن اخد وقت طويل جدا ان انا هزبط الديتا بتاعتي واجمع الديتا بشكل كويس. اكتر بكتير من موضوع الترينيج الترينيج موضوع بسيط يعني هو ممكن ياخد مني وقت ان انا هزبط الهايبر برامترز والفرامترز بس الموضوع بتاع الموديل ابتكت كتير جدا من الديتا. الديتا ان انا هجمع الديتا كويسة مناسبة بتمثل فعلا الديتا بشكل عام. آآ وتنفع للموديل بتاعي وتنفع للمشكلة بتاعتي. المشكلة دي بتبقى اكبر بكتير. طيب خلينا ندخلها عطول ونشوف فانا عندي اما تبقى المشكلة في الديتا. اما تبقى المشكلة في الموديل. وصدقني المشكلة بتاعت الموديل اهما بكتير جدا من مشكلة الديتا. طيب خلينا نشوف كده ايه المشاكل اللي ممكن تواجهني وانا شغال مع الديتا. فانا عندي اول مشكلة خالص بيقولي ان انا عندي يعني عندي الكمية اللي انا بدهضب عليها الديتا مش كفاية. كمية قولي ايه لا افرد انا مسلا محتاج مئة الف صورة عشان الموديل ده يطلع لي كويسة ويبدأ فعلا يعمل لكل ويطلع اللي موجود في الصور. وانا اديته بس خمس تلاف صورة. او اديته الف صورة. فهو بالتالي مش هيديني اللي انا عايزها وبعد يكلم ما اجيب له ديتا يبص عليها ويقول لي مسلا لو انا بعمل مش هيعرف يعمل بشكل مزبوط. فانا محتاج اتأكد ان اللي معي مناسبة. دي اول مشكلة خالص. عندي تاني حاجة ان الديتا دي ممكن ما تبقاش الديتا بشكل عام. يعني ايه الكلام ده? طيب خلينا نشوف مع بعض حاجة احنا هناخدها ان شاء الله مع بعض في الموضوع بشكل مفصل. بس مبدأين عايز اكتعرف ان انا عندي في حاجة اسمها وعندي حاجة اسمها تمام? انا اللي بعمله في اي ان انا باخد بس جزء من الديتا بشكل عام. انا مش عارف اجمع كل الديتا. اللي عن الموضوع ده فانا بجمع جزء من الديتا. الجزء ده يمثلي الايه? او الديتا بشكل عام. لو انت تاخد بالك هنا هلاقي ان انا مسلا عندي المجموعة اللي هو بيمثل العدد كلي او او الديتا بشكل عام. ديتا كلها اللي موجودة بشكل عام. هلاقي ان انا عندي مثلا ايه تميزات مختلفة. عندي مثلا شخص لونه بطاني شخص لونه اصفر واحد لونه اغضر. هلاقي ده مثلا تقسيم على اي ان كان بقى تفضيلات مثلا معينة او جنس معين اي ان كان. هلاقي ان هما مختلفين مختلفين. فانا انا اللي عملته ان انا حددت اخدت سيمبل. السيمبل دي ما عمل لها بتاعها داندم ليه. او بياخد الديتا بيجمع ديتا بشكل عشوائي. عشان في الاخرى اتاكد ان السيمبل دي ما فيهش فايز او هي مش منحازة لجنس مثلا معين ديتا فيه. مثلا لو انا بجمع ديتا عن الشعوب. فانا ما ينفعش اجي في مصر وااخد تتعين في المية من ديتا مثلا من مصر. فانا كده ديتا بقت منحازة للشعب المصري او منحازة الاراء ايا كان بلا انا بعمله. منحازة ناحية ايه? ناحية المصريين. فدي دي مشكلة. فانا لا انا عايز اخلي الموضوع بحيث ان هو اتاكد ان فعلا الديتا السيمبل معي او العينة اللي معي دي بيتمثل بشكل كامل. طيب نرجع تاني نشوف. فانا عندي دي مشكلة ممكن اواجهها في الديتا بتاعتي وممكن ماخدش بالي منها بسهولة. محتاج اتاكد ان الديتا اللي معي دي فعلا هي بتمثل او بتعمم اه بشكل عام. يعني السيمبل العينة دي بتمثل البابيوليشن. السيمبل اللي معي بتمثل البابيوليشن بشكل عام. اه تالت حاجة ان انا هيبقى عندي الديتا دي فيها مشاكل. يعني مسلا عندي فيه قيم انا محتاج هلاقيها مش موجودة عندي العواميد مسلا او الفيتشورز بتاعتي فيه قيم كتيرة جدا فيها. الاقي ان مسلا فيه في حاجة اتمها هنشوفها بوده قدام. او الحاجات دي اه لو موجودة عندي في الديتا بتاعي بتاعتي هتقصى على البيتفولمس بعد كده بتاع الموديل. وانا بعمل للموديل الاقي البيتفولمس بتاعي مش مزبوط. ويطلع لي مش 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 دل انا عايزه او مش دل انا بدور عليه. فمهمة جدا من الاول اتأكد ان الديتا بتاعتي كل افتاحها عالي. اه مفيهاش كتير مفيهاش اه قيم كتير. اه لو فيها احاول اللي اعالج المشاكل دي بحس ان انا ايه? اه ديتا بتاعتي تبقى مزبوطة قبل ما دخلها في الموديل عشان خلي بالك ان اعملية دي بتاخد فلوس وبتاخد ان انا محتاج عشان اعمل لو انا عندي كمية ديتا كمان كبيرة فالموضوع هيبقى مكلف. فلو الديتا من الاول مش مزبوطة او فيها مش كل اللي انا بعمله بعد كده ده ملوش لازم. انا لازم اتأكد من الاول ان الديتا اللي معي دي مزبوطة وسليمة وما فاش اي مشاكل. عشان كده اقلت لك في الاول يعني ممكن اصلا البروصيس انت بتاخد تمامين في المية من الوقت. موضوع ان انت بتعالج الديتا وبتجمع الديتا وبتزبط الديتا. وعشرين في المية بس في موضوع بتاع الديتا والتستين. فمهم جدا الديتا اللي معي تبقى ايه? تبقى كويس. طيب عندي اخت جزئية هي ان انا عندي اصلا اللي انا بضرب عليها الموديل مش متبطة باللاوتوت اللي انا اعايزه. يعني ايه الكلام دي? يعني انا ده هتي مجمع مجموعة او العواميد زي ما بسميها مثلا في بالاول انا باخد منها معينة لفيتشورز دي. انا هتضربها على الموديل عشان في الاخرى هتطلع معين. فانا الفيتشورز دي او العواميد اللي انا راخدها اصلا او عمتلها مش متبطة بالاوتوت. فبالتالي مفيش علاقة تضبطها بالاوتوت. مفيش علاقة سواء ترضية او مفيش اي حاجة تضبط الفيتشورز بالاوتوت بتاعي. فهي بالتالي كده هتوصلني في الاخرى النتيجة برضو مش مزبوطة. فاحنا بنعمل حاجة اسمها فيتشور انجينيرينج. بنعمل سليكشن وبنعمل اكسلاكشن الفيتشورز المتبطة بالاوتوت اللي انا عايزه. بس فمن الاول برضو لازم احدد ايه هي العواميد او ايه هي القيم اللي هتقصر مع الاوتوتوت او تبقى ملتبطة بالاوتوت. عشان انا ماخدش انا ممكن كمان ااخد قيم هي هي مش هتقصر بالسلب. بس هي مش هتقصر برضو بالاجابة. فبالتالي انا اخدتها كقيم. القيم دي برضو زي ما قلتلك هتستهلك مني فبالتالي انا هتطع فلوس في حاجة انا مش مستفاد منها. طبعا الكلام ده بيباني على كميات دي تكبيرة. مش على كميات الزغيرة. كميات الزغيرة ممكن عادي الدنيا مش هتبقى ملحوظة قوي. بس لو انت عندك كميات دي تكبيرة تعمل عليها التلانيج. هتلاقي الموضوع بيفرق معك جامل. لكده بقى البدد موديل هم زي بقولك نشوف ديتا عندك هنا اربع حاجات اساسية بتبص عليها. الموديل هما حاجتين اساسيين بتبص عليهم. الالجريزم اللي انت هتختاره او الموديل اللي انت هتختاره انك تضرب عليه الموديل عشان تاخد منه. هما مشكلتين اساسيين هو هي مشكلة هكذا يعني ايه بقى كل واحدة منهم. فلو جينا هنا نبص على الصورة دي هلاقي ان انا عندي في الموديل اللي انا اسمه اللي هو او متمثل بالخط الازرق ده ما بيمثلش حتى بتاعت السيمبل اللي هي مفروض بتمثل فانا لو جيت هنا اخترت مثلا ديتا بوينت دي هلاقي ان بعيدة جدا عن بتاعي هلاقي في فرق كبير جدا ما بينهم فبالتالي هنا بتاع المودل ذات نفسه مش كويس هو عكس هنا المودل مش بيمثل بتاع الديتا هنا هو ماشي على الديستربيوشن حافظ الديستربيوشن بحظة فرها فبالتالي انا وجيت مسلا في البروداكشن بعد كده اي جديدة لو هي فيها فرق او مختلفة عن الديتا بوينتس اللي موجودة عندي هنا فبالتالي هلاقي بتاعه بتاعه اي كلام هلاقي في فرق كبير جدا ما بين برضو الواي والاكتشوال اوتفوت بتاعي فهو الصح ان انا اشوف ايه هو انسب مودل يمشي مع الديستربيوشن بشكل كويس بحيس انت لو جيت مع عندي اي ديتا بوينت هلاقي ان هي اضايبة من من اللاين ده او عدد امسلها بالمودل بتاعي ده والفرق هنا هيبقى ايه احسن واحد فيهم هنا هلاقي بعيد جدا وهنا تمام في التاينينج هلاقي التاينينج هنا كويس جدا هلاقي اهلاقي تامانية وتسعين او تسعة وتسعين في المية اكروسي اه فهو هنا حافظ الايه الديتا بوينتس اللي عندي بس في البروداكشن بقى هتلاقي ان هو عمل ان هو اي ديتا بوينتس بقى مختلف عن القيم اللي هو احفزها مش هيعرف اه يعمل لها او شاف يعمل بتاعها بشكل مزبوط يعني و بس ده كان موضوعنا موضوعنا للنهار ده يا رب اكون ديت افيدك باي شكل من الاشكال اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في موضوع اشتركوا في القناة